اشادت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي ارتكزت منذ انطلاقتها على أسس ثابتة وتطوير مستمر في كافة المجالات الحيوية بفضل العلاقة الطيبة التي تجمع قيادة البلدين جاء ذلك ضمن الاجتماع الذي عقد عن بعد اليوم بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها مشيدة معاليها بدور البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم والسعي المستمر لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية كما بحث الطرفان الجهود البرلمانية المشتركة وتوجيهها لتنمية الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري عبر علاقات شراكة طويلة المدى تتسم بالاستقرار والشمولية ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية عن تقديره واحترامه لمملكة البحرين ودورها الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى والجهود المبذولة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكداً الاستعداد الدائم لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين على جميع المستويات افكماً لديل تطوير وضع قبل لا تحققه عن تحقق لديل تحقق لديل تحقق الكني اوكماً لديل تحقق الديل تحقق الوطني اشتركوا في القناة